دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة معرض الآثار الرقمي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك كمبادرة رائدة من نوعها لتوثيق التفاصيل وبيانات المواقع الأثرية في المنطقة خاصة تلك المهددة بالدمار أو الزوال باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد ضمن مشروع عالمي يهتفوا إلى تطويع التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على الآثار التاريخية المهددة أو المعرضة بالانتثار مراسلنا من نيويورك إبراهيم الجندي والتفاصيل دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة معرض الآثار الرقمي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك كمبادرة رائدة من مؤسسة دبي للمستقبل والبعثة الدائمة لإيطاليا بالمنظمة الدولية ومعهد الآثار الرقمي البريطاني بجامعة كسوفورد بهدف توثيق تفاصيل وبيانات المواقع الأثرية المهددة بالدمار أو الزوال وذلك باستخدام تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد ضمن مشروع عالمي يهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على الآثار التاريخية المعرض به آثار تاريخية ذات قيمة كبيرة ومن المهم جدا العمل على حفاظ وأرشفة هذا التراث بسبب ما خسرناه في سوريا خصوصا أنه يعرض في الأمم المتحدة ويشرح لنا كيف تستخدم تلك التكنولوجيا لعادة ما تم تدميره إلى الحياة مرة أخرى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من الدول في طليعة الدول التي تساهم بالإضافة والمشاركة مع معاهد علمية ودول أخرى في محاولة تقديم وسائل تقنية حديثة للحفاظ على مواقع التاريخ الإنساني كشف المعرض النقابة ولأول مرة عن نسخة طبق الأصل لتمثال أثنى النادر والذي تعرض للتدمير الكامل على يد تنظيم داعش الإرهابي وهو قطعة أثرية نادرة لا مثيل لها كانت معروضة بمعبد مدينة تدمر السورية وباستخدام تكنولوجيا التصوير الحديثة عرضت نسخة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي للتمثال كان مهم جدا لي زيارة هذا المعرض الأثري لأتعرف على هذه الحضارة لأن الحضارة هوية ومن المهم جدا للناس أن تتعرف على هذا التراث إن إقامة هذا المعرض في الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية جهود دولة الإمارات العربية واضحة من خلال المعرض لتعلم الأجيال الجديدة وتضع يدها على ما حدث من دمار في سوريا أتاح المعرض للجمهور الاطلاع بالتفصيل على آلية إعادة بناء قوس النصر القطعة التاريخية الأهم في مدينة تدمر ليتضح جليا أن صون الإرث الحضاري للبشرية وربط مستقبل المنطقة بتاريخها وتراثها على رأس أولويات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة دولة الإمارات العربية المتحدة تقود حملة عالمية للحفاظ على منجزات الحضارة الإنسانية وللتأكيد على أن العلم هو الطريق الوحيد للانتصار على الإرهاب إبراهيم الجندي لأخبار الضار الأمم المتحدة نيويورك